أهلاً وسهلاً بالجميع كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا كامل في تمام الصحة والعافية مرحبا بكم معنا في قناتكم استشارات صحية وتجميلية كما رأيكم تشوفوا رايانيا راح نتكلم لكم اليوم على زبدة أشياء كنز المرأة الأصفر هادي الزبدة اللي فيها فوائد كثيرة بورد كاريتي اليوم راح نتكلم عليها وشنو هي الفوائد نتاعها وكيفاش نستعملوها يسموها أيضاً الدهب الإفريقي نسبة إلى أنه الموطن الأصلي نتاعها إفريقيا بالضبط في السنغال أكثر دولة منتجة لها تنمو في أشجار على شكل ثمار هذوك الثمار يقطفوهم النساء الأفارقة ويستخلصوهم بطرق طبيعية وهكذا تكون على شكل الزبدة ممكن تشوفوها تحسوها ولا تلمسوها تحسوها بلراهي زبدة نباتية زبدة شياء ولا بورد كاريتي تعتبر كنز من مضادات الأكسادة فيها الفيتامين A والفيتامين اللي يمدوا النظارة ويحاربوا التجاعد فيها أيضاً أحماض دهنية مهمة اللي تساعد على علاج جفاف الجلد أيضاً فيها مضادات للالتهاب تفيد الناس اللي عندهم الحساسية والإكزيمة تهدئ من لذاغات الحشرات إذا عندك تبدأ شيئاً في الدار وتعرضتي لهذه الساعات استخدميها مباشرة هيلة لحروق الشمس والتهابات الشمس كين يستخدموها كبديل لواق الشمس يطبقوها على البشرة ويخرجوا مضادة للالتهاب والتسلخات بالنسبة للأطفال وحتى للكبار رائع الإصلاح الشعر لأنه فيها بروتينات مهمة وكما تعرفوا تركيبة الشعر 80% منها بروتينات لهذا هي من الأشياء المهمة والمفيدة للشعر كذلك تعالج جفاف فروة الرأس الناس اللي يعانيوا من القشرة القشرة هذيك اللي المصدر انتاع ولمنشأ انتاع يكون عن طريق فروة الرأس الجافة فهي تعالج جفاف فروة الرأس بالتالي راحين نعالجوا هذيك القشرة اللي تكون عن طريق ولمصدر انتاع جفاف الفروة كما راكم تشوفوا هذي زبدة الشياء اللون تاع مائل للأصفر الريحة انتاع مايش مستحبة إطلاقا مايش مليحة لكن منافعة كبيرة جب لي ربي تشبه في السمن الإسانسيال هذي النوع أصلي هذي الزبدة زبدة الشياء الخام يغلفوها ويعبقوها هنا في بلادنا ولكن يستوردوها من إفريقيا تعرفوا انه زبدة الشياء أصلية لازم تكون مرخصة وفيها تاريخ بداية الصلاحية ونهاية الصلاحية هنا راني نطبق فيها على البشرة انتاعية لكم تشوفوا زبدة مباشرة بعد ما تستعملوها ما تطولش يعني بتدخل البشرة لأنه تدوب بحرارة الجسم مباشرة تحسوا بهذاك الإحساس ناعم والرطوبة الفائقة اللي من زبدة الشياء هذه هي زبدة الشياء سعر انتاعات اليدير 85000 تلقوها عند العطار قدروا تستعملوها ككريم للترطيب لمحاربة التجاعي قدروا تستعملوها كماسك للشعر تترطبوه وتقويه كذلك الميزة اللي عجبتني فيها انه بدون مواد حافظة بدون عطور ايا صح الريحة انتاعها مش مستحبة ولكن حاجة طبيعية مش كما هدوك البخودويلة فيهم العطور اللي ممكن يؤديونا البشرة انتاعنا اذا هذه هي زبدة الشياء تلقوها عند العطار دير 85000 انتمنى تجربوها وتشوفوا الفوائد انتاعها الكثيرة تقدروا تدخلوها في خلاطات كثيرة متواجدة في اليوتيوب شوفوا الخلاطات هدوك اللي من الناس مختصين واستعملوها وبهذا نكونو كملنا هذا الموضوع الخفيف الضريفة على ذهب الاصفر كنز المرأة الاصفر واللي هي زبدة الشياء بيردو كاريتي الى اللقاء